بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن ولاه وبعد أبناء طلاب الصف الخامس أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية قبل أن نبدأ هيا بنا لنتعرف ما عنوان درسنا اليوم هيا بنا نكمل هذا الشكل لنتعرف على عنوان الدرس إذن درسنا التنوين ودرسنا من مهارة الإملاء هو التنوين يتوقع منك عزيز الطالب نهاية الحصة أن تقرأ النص قراءة جهرية مراعيا مع عائر القراءة الجهرية أن تستنتج قاعدة التنوين استنتاجا صحيحا أن توظف تنوين الفتح والضم والكسر توظيفا صحيحا وأخيرا أن تكتب ما يملى عليك كتابة صحيحة فهيا بنا قبل أن نبدأ الحركات في اللغة العربية تنقسم إلى الضم والكسر كأن أقول محمد في الضم ومحمد في الفتح ومحمدي في الكسر إذا كررنا الحركة نقول محمد ضمتان محمدا فتحتان محمد كسرتان وهذا ما نسميه التنوين في الأولى تنوين الضم ثم تنوين الفتح ثم تنوين الكسر هيا بنا إلى مزيد من التفصيل اقرأ الفقرة الآتية ثم أجب يترقب أحمد بفارغ الصبر اجتماعا أسبوعيا للعائلة في بيت الجد فهو اجتماع يتم فيه توزيع مهمات عديدة على جميع أفراد العائلة حتى صغارهم فقد تسلم في الأسبوع الماضي مهمة أعجبته وهي متابعة دراسة أخيه محمد في مادة اللغة العربية وقد تحمل أحمد هذه المسؤولية وكان يؤديها بسعادة وسرور أمثلة أخرى هذه قصة رائعة كان تراجع الفريق خطأا غير مفهوم حفظت عشرين دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نشرع في قاعدة اليوم هيا بنا نجيب عن الأسئلة لماذا تجتمع العائلة في بيت الجد أسبوعيا نعم اجتماع أسبوعي ليتم توزيع مهمات عديدة يبا إذا هو اجتماع يتم فيه توزيع مهمات عديدة على جميع أفراد العائلة ما المهمة التي كلف بها أحمد؟ ارجع إلى النص ترى أن المهمة هي متابعة دراسة أخيه محمد في مادة اللغة العربية لماذا شعر أحمد بالسعادة؟ نعم لأنه أحس بالمسؤولية وأحس برضى العائلة في تكليفه بهذه المهمة لاحظ عزيزي الطالب الكلمات المبينة اجتماعا أسبوعيا مهمة خطأا جاءت منونة بتنوين الفتح لكن لاحظ أن اجتماعا أضيف إليها ألف أسبوعيا أضيف إليها ألف مهمة نوينت بدون ألف خطأا بدون ألف وأيضا دعاء نوينت بدون ألف الكلمات الثانية اجتماع وقصة نوينت تنوين الضم كلمات مهمات عديدة ومحمد وسعادة وسرور نرى أنها نوينت تنوين الكسر لاحظ هنا في حال تنوين الكلمة بالفتح لا بد أن يلحقها الألف كأن أقول معلما كاتبا اجتماعا أسبوعيا وغير ذلك لكن لا نضع الألف في حالات ثلاث كل الكلمات المنونة بتنوين الفتح يلحقها ألف إلا في ثلاث حالات الحالة الأولى إذا انتهت الكلمة بتاء مربوطة مثل كلمة مدرسة نقول مدرسة قصة ولا نضع الألف الحالة الثانية إذا انتهت بهمزة متطرفة على الألف كأن أقول خطأا أو مبدأا إذا نضع التنوين على الهمزة ولا نضيف لها ألفا الحالة الثالثة إذا انتهت الكلمة بهمزة على السطر بعد ألف المد كأن أقول دعاء رجاء الهمزة متطرفة سبقها ألف مد نضع التنوين على الهمزة ولا نضيف ألفا إذن لاحظ واستنتج تأمل الكلمات الملونة ستجدها أسماء وأيضا ناكرة أنطق ولاحظ كيف ينطق التنوين في آخر كل كلمة اجتماعا اجتماع مهمة عديدة قصة رائعة خطأ دعاء لاحظ أن كلمة اجتماعا تجد أنها منولة بتنوين الفتح مع ملاحظة أن الكلمات مهمة وبدءا وانتهاء لم يلحقها ألف وهذا ما قلناه سابقا لأنها انتهت بتاء مربوطة أو همزة على الألف أو همزة على السطر وقبلها ألف مد وهذه الحالات الثلاث التي لا يلحق فيها الألف بعد التنوين إذن القاعدة نخلص إلى أن التنوين هو نون ساكنة تنطق ولا تكتب تلحق أواخر الأسماء يوضع بعد تنوين الفتح ألف دائما إلا في ثلاث حالات إذا كانت الكلمة منتهية بتاء مربوطة مثل رأيت مدرسة إذا كانت الكلمة منتهية بهمزة على ألف زرت ملجأ إذا كانت الكلمة منتهية بهمزة على السطر وقبلها ألف مد مثل اشتريت رداء هيا بنا إلى التطبيق السؤال يقول اكتب الكلمات منونة بتنوين الفتح في الجد وللآتي ثم انطقها نطقا صحيحا كلمة خاص تنوين الفتح هل نضيف إلى هذه الكلمة ألف أم لا نعم نضيف لأنها لم تنتهي بتاء أو بهمزة متطرفة على ألف ولا بهمزة على السطر سبقها ألف مد إذا نضيف ألفا ونقول خاصا نبوي نبويا نعم مكان مكانا ونضيف الألف شأن نعم نضيف الألف ونقول شأن كلمة مبدأ لحظ أن هذه الكلمة انتهت بهمزة متطرفة على الألف إذن لا نضيف لها ألفا نقول مبدأا ونضع التنوين على الهمزة المتطرفة قصة أيضا هذه لا نضيف لها ألفا لأنها انتهت بتاء مربوطة نقول قصة عطاء انتهت بهمزة متطرفة على السطر وسبقها ألف مد إذن نضيف ألف أم لا لا نضيف ألفا ونقول عطاء ونضع التنوين على الهمزة السؤال الثاني يقول احذف التعريف لاحظ أنه لا يجتمع التنوين مع ال احذف ال التعريف من الأسماء التي تحتها خط واكتبها منونة كتابة صحيحة زرنا ميناء حمد وشاهدنا المرفأ الكبير للسفن هيا بنا نحذف الألف واللام من كلمتي المرفأ والكبير نقول مرفأ كبيرا في الكلمة الأولى لم نضف ألفا وفي الكلمة الثانية أضفنا ألفا غرس أبي الشجرة المثمرة أمام البيت نقول شجرة مثمرة أمام البيت سأذهب لزيارة أقارب المساء نقول مساء ولا نضيف ألفا لأنها همزة على السطر سبقت بألف مد تجنب الأكل السريع وامضغ جيدا نقول سريعا والآن جاء دورك عزيزي الطالب لتكتب ما يملى عليك الآن افتحك الراسة الإملاء واكتب ما يملى عليك من بداية السطر أكتب محمد طالب متميز يسعى دوما لتحقيق درجات عالية الجملة الثانية الطالب المتميز لا يفعل خطأا وَلَا يُظْهِرُ تَقْصِيرًا الجملة الثالثة اللَّهُ أَكْرَمَنَا بِنِعَمٍ كَثِيرَةٍ تَسْتَوْجِبُ شُكْرًا مِنَّا كَثِيرًا الآن بعد أن أنهيت كتابتك صحح ما كتبته وأعد كتابة الكلمات الخاطئة محمد طالب متميز يسعى دوما لتحقيق درجات عالية الطالب المتميز لا يفعل خطأا ولا يظهر تقصيرا الله أكرمنا بنعم كثيرة تستوجب شكرا منا كثيرا وبذلك أبناء الطلاب نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم لا أنسى أن أذكركم بواجب النسخ الأسبوعي ضمن الرسالة الأسبوعية والواجب الإلكتروني عقب هذا الفيديو مباشرة على ملصة المدرسة على أمل لقاء بكم تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته